لونه يشبه لون حجارتها ملمسه اقرب للمسة اوراق اشجارها رائحته تبعث عبق تاريخها وحلاوة مذاقه لا تختلف كثيرا عن عذوبة روح اهلها انه خبز الطابون الفلسطيني الذي ما ان تتذوقه الا وتشعر انك صرت تتسير في شوارع فلسطين وبين اهلها ورغم بساطة مكونات صناعة هذا الخبز الا ان احدا لا يمكن ان يخبزه مثل الفلسطينيين فهو جزء اصيل من تراثهم توارثته الاجيال ويحيى بداخل ثقافتهم فينظم فيه الشعر وتؤلف عنه الاغنيات كلمة الطابون تطلق على الغرفة التي تحتوي على الموقد وهي غرفة صغيرة الحجم يكون سقفها منخفضا ومدخلها صغير للحفاظ على الحرارة في الداخل وكذلك تطلق الكلمة على الموقد نفسه والذي يدعى ايضا بيت الخبز او بيت العيش اما قاع الطابون فهو مغطا بحجارة بازلتية سوداء صغيرة ومستديرة ومنفصلة عن بعضها البعض مما يساعد على زيادة الحرارة والمحافظة عليها لوقت اطول بسبب توهجها البطيب يعد خبز الطابون الساخن اساسيا في وجبات الفطور خاصة مع الزعتر وزيت الزيتون والطماطم واحيانا الفلفل الحار ورغم انتشار المخابز الالية واشكال مختلفة من الخبز الحديث الا ان الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بخبز الطابون كجزء من التراث الشعبي القديم